بيبدأ في المنى مع تيد اللي بيتريم عليكم بلا ولكنه بيقدر ينجو منها وبنعرف ان هو مع مجموعة من الارهابيين وان الشرطة بتطردهم وبيحصل ضرب نار ما بينهم وبنعرف ان تيد محترف جدا في القتال وبعد عركة ما بين الارهابيين والشرطة بيهدد النقاب سوبر تيد بالسلاح ولكنه بيتشاتت وبينتبه الارهابي تاني وساعتها بيتعارك معها تيد وبيقدر ياخد السلاح منه وبيهدده به وساعتها بنعرف ان كل ده كان تدريب وبيتجمع كل الزباط وبيقوله من نقاب سوبر ان فريق الشرطة كان اداء وسائع جدا اما فريق الارهابيين اللي كان في تيد كان اداء رائع وبعد كده بنشوف تيد مع حبيب تجيني في العربية وبيفضلوا يتكلموا مع بعض الحد ما بيوصلها تيد لشغلها وبيروحوا والشغل وبيقبل المفاتش وونج اللي بيقوله ان هو يتنين للاستخبارات المركزية ولما بيدخل عليهم شخص بيعرفوا من فيه مود من برة محتاجين نديل جورة بتاعته علشان يرشدنا للعصابة اللي بينتمي لها وساعتها المفاتش بيقول لتيد ان دي اول مهمتك وهي انك توصله للمستشفى علشان يدوله الجورة وفعلا تيد بياخد المود من ولما بيروح للمستشفى بنعرف ان العصابة اللي بيتكلموا عنها ضربوا الدكاترة وعايزين يدوا سم للمود من لما ييجي علشان ما يدلش الشرطة على مكانهم ولما بيوصل تيد بي بيروح للدكتور اللي بيدي الجورة على المود من ولكن تيد بيلاحظ واشمع على ايده فبيعرف ان ده سم وبيقول للمود من ما يشربش ولكنه بيكون تسمم وبيتعارك تيد مع افراد العصابة اللي موجودة وبيقدر يضربهم كلهم وبيقول للشرطة يجيب الاسعف علشان تعالج المسموم ولما بيرجع تيد للمفاتش بيعرفوا ان المود من يتشافى من السم وبعد كده بنشوف مجمعه من الاطفال بيتمشوا وبيبقوا عايزين ياكلوا اي حاجة ولما بيعودوا جنب مطعم بيسمع تشابي ان في رجل بيحاسب بعشر دولار بس وبيعرف ساعتها ان الاكل هنا رخيص ولما بيعدوا الفلوس اللي معهم بيلاقوها ستاشر دولار وفعلا بيدخلوا المطعم وبياكلوا ولما بيطلبوا الحساب بيطلع ان هو مية وخمستاشر دولار وساعتها بيسأل تشابي النادل على الرجل اللي حسب بعشر دولار فبيعرفوا ان العشر دولار كانوا بقشيش وفي الوقت ده طفل من الاطفال بيقول ان هو يروح يجيب اخو تشابي تيد علشان يدفع واول ما بيخرج بيخرج وراء باقي الاطفال وبيفضل تشابي بس في المطعم وساعتها بيخاف بيخرج هو كمان ولكن النادل بيوقفوا وبيسألوا على الحساب فبيدي ليتشابي الستاشر دولار فبييجي مدير المطعم وبيقول للنادل يتصل بالشرطة فبيخاف تشابي وبيحاول ان هو يهرب وساعتها كل اللي في المطعم بيجروا وراءه ولكنه بيستخبى منهم في التلاجة وبنعرف ان الطفل فعلا ندى على تيد ولكننا باللحظة ان تشابي بدأ يتجمد من الساعة ولما بيوصل تيد بينادى على اخوه لكنه مش بيفتح وساعتها بيسأل مدير المطعم يقدر يوصل للتلاجة ازاي وفعلا بيدله المدير وبيقدر تيد ان هو يدخل الانجوب ويوصل للتلاجة وبينقذ اخوه اللي بيبى متجمد وبعد ما بيتعفى تشابي بيوصله تيد للبيت ولما بيوصل المدرس بتاعة تشابي اللي اسمه فونج بيطلع لي تشابي وبينزل تيد من البيت علشان يشوف لو جاله جوابات جديدة وفعلا بياخد الجواب وبيراه وبيبقى فرحان ولما بيطلع تاني البيت وبيسمع ان فونج عمالي هزى في تشابي وبيقوله ان عمرك 30 سنة ولسه مش متعلم حاجة وجاهل وفي الوقت ده بيعاية تشابي فبيدخل عليهم تيد وبيرمي المدرس بره وبيهزاه وبيقول له اخوه الاكبر ان هو هيجيب ليه مدرس تاني وبعدها بيروح للمطعم اللي بتشتغل في حبابته جيني وبيعرف ان هو النهاردة جاله جواب بقبوله في شركة سفن وهيكون بحار زي ما حلم هو صغير ولكن جيني بتبقى مستغربة ان هو يسيب الشرطة ويشتغل في البحر وساعاتها بيجوا لتيد اصدقاه وبيفضلوا يتكلموا معاه ولما بيشوفوا مجموعة شباب بالدية حبيب التيد بيقوم واحد ليهم وبيعمل نفسه متراجل في بعض ولكنه بيتهزى وبيخرج مع اصحابه وبيقول لهم استنونا برا لو عندكم شجاعة وفعلا لما المجموعة بتخرج بتلاقي ان تيد واصدقاه مستنينهم وبتحصل عاركة كبيرة ما بينهم وبيقدر كل من تيد واصدقاه ويهزمهم ويمشهم من المكان وبعد كده تيد بيعرف اخوت شابه ان هو يشتغل في البحر وفي يوم من الايام بيحكي تشابه الاصحابه ان اخوه يبقى بحر فبيرد علي طفل وبيقول له ان هو اكده عايز يعمل كده علشان يبعد عنك ويتخلص منك وفعلا لما بيروح تيد بيلاه اخوز اعلان منه وبيقول له انك عايز ترتاح منه علشان كده تشتغل في البحر ولكن تيد بيتعصب عليه وبيقول له ان عنده طموحاته عايز يحققها وانه مش هيقدر يكون جنبه طول العمر وبيعرف ان هو مش طفل وبقى عنده 30 سنة ولازم يعتمد على نفسه ولما بيسيبه وبيمشي بيعرف تشابه ان عنده حق وتاني يوم بيدور على شغل في كل مكان لحد ما بيقابل صاحب مطعم بيفضل يتري عليه وبيخليه قلد الحيوانات وساعته بيدخل يان صاحب تيد وبيهزه صاحب المطعم وبيضربه وبيرجع تشابه للبيته وبيقول يان لتيد انك لازم تهتم باخوك وما تخليش الناس تتري عليه وفعلا تيد بيرجع نفسه وبيعتذر لاخوه على اللي عمله وتاني يوم بنشوف صفقة بتحصل ما بينه راجل اعمال ورئيس عصابه اسمه كيم ولكن الشرطة بتيجي وساعتها بيقول كيم لشخصة من العصابة بتاعته اسمه فات ياخد البضاع ويهرب علشان الشرطة ما تمسكش علينا حاجة وفعلا فات بيعمل كده ولما بتوصل الشرطة مش بتقدر تثبت اي شيء بس تيت بيلاحظ فات وهو بيهرب بالمسهوات فبيجر وراه ولكنه بيهرب منه وساعتها بيروح لتشابه اللي بيلعب كأنه زابت مع باقي الاطفال وفي الوقت ده بيكون الهارب ناشي من الطريق وبيقف وراه الطفل اللي بيمثل انه هو حرامي فبيقول يتشابه للطفل اه في مكانك وساعتها بيفتكر فات ان تشابه بيقول كده ليه وبتترمي منه الشنطة وبيجر من المكان وساعتها تشابه بيقول لباقي الاطفال هنعمل ايه في الشنطة فبياخدوها وبيتفينها في مكان معين علشان بيبوا فاكرين انه هما سروا حد وهيطبط عليهم وبيحلفوا كلهم انه هما مش يقولوا لحد على اللي حصل وبعد كده بنرجع لكامل اللي بيتكلم مع فات اللي بيعرفه ان الشرطة خدت مني البضاعة فبيقول له رئيس العصابة يستنى في مطعم الواحة وبعد ما بيافل بيقول لباقي العصابة انه واضح انه هو بيضحك علينا وعايز يسرق المجاهرات وبيقول لهم يروحوا ليه ويقتلوه وفعلا رجال العصابة بيتجه للمطعم وبيعرف فات انهم عايزين يخلصوا عليه فبيقدر انه يارب منهم وبعد كده بتيجي ليه الشرطة وبنعرف انه هو اللي اتصل بيهم وبيقول لهم انه هو عايز يشهد ضد رئيس العصابات كان في المحكمة وانه يقدر يسجنه لانه عارف كتير من جرائمه ولكن موابل كده ياخد حراسة من الشرطة ولما بيسألوا المفاتش وونج على شنطة البضاعة اللي انت خدتها بيرود عليه فاته وبيقولوا ان الشرطة بتاعكم خدها ولكن وونج بيبقى مش عارف هو قصده على مين فبيقولوا يعرفوا صفات الشرطة اللي بيتكلم عنه وبيقول لتدي رايب رئيس العصابات كان يومين دول وبعد كده بيروح لكيو جونج اللي بيورولوا شرطة الصورة اللي رسمها فات ليهم ولكن كيو جونج بيقولهم انه ما يعرفوش ولما بيروح لبيت بنعرف انه اخ للطفل اللي لها الشنطة مع تشابي وبيقولوا ان الشرطة بتدور على صاحبك وساعتها الطفل بيروح لتشابي وبيقولوا ان الشرطة بتدور عليك بخصوص الشنطة فبيرد علي تشابي وبيقولوا انه المفروض نوديها ليهم وفعلا بيخرجوا من البيت وبينلاقي ان كيو جونج بيرائبهم لحد ده ما بيوصلوا للمكان الشنطة وبيطلعوا المجوارات اللي فيها وفي الوقت ده بيشوفها كيو جونج فبيربس حاجة على وشه وبيضرب الشابي وبيخليه عبقهه على منحضر ويخبط في الشجرة وبيسرق شنطة المجوارات منهم ولما بيروح البيت بتجيله عصابة تابعة الكم وبيسالوه على المجوارات اللي خدها وبنرجع للشابي اللي طلع من المستشفى وبيكون أخوه الآن عليه وبيسالو مين اللي عمل فيه كده وقبل ما الشابي بيجاوب وبيدخل المفتش مع الشرطة وبيقولو ان مطلوب الأفضل على الشابي بالتهمة السرقة ولكن تيد بيبقى خايف على أخوه وبيمنع الشرطة وده اللي بيسمح لأخوه يهرب ولما بيتدور عليه الشرطة مش بيتلاقيه وبيقولو انجل تيد يدور على الأخوه ويقولو على مكانه وساعتها بيحاول تيد ان هو يعرف مكان أخوه وأثناء كده بيلاقي كيوجونج مع عصابه وبيبقى مستغرب ولما بنرجع للشابي بيكون مع واه أخو كيوجونج في البيت ولكن العصابة بتدخل وساعتها واه بيخب تشابي في الدولاب ولكن لسوح حظه بيكون كيوجونج مخب الشنطة في الدولاب وده اللي بيخلي العصابة تفتح الدولاب وتلاقي تشابي وبتضربه وبياخده الشنطة وبيأتي له كيوجونج وساعتها بيضخل تيد ولكن فرضا من العصابة بيهدده بقتل أخوه وبيقدر واحد تاني يضرب تيد ويخليهم عليه وبعد كده بيروحوا لكيم رئيسهم وبيدلوا الشنطة وبنعرف انهم خطفوا تشابي وبيتصل كيم بتيد وبيقولو لو عايز تشوف أخوك تاني هاتلي فات الرجل بتاع اللي أبضوا عليه وفعلا تاني يوم بيتجمع تيد مع أصحابه وبيحطوا خطة علشان يختفوا فات من حماية الشرطة ويبدلوا مع تشابي أخو تيد وبيروحوا للغرفة اللي فات وبيضربوا الشرطة اللي حمينه ولكن أنا بنعرف ان الماكب سوبر عرف بالله حصل وجاب اسم الشرطة كامل معاه وساعتها بيروح ليهم صاحبه من لبرة وبيقول لتيد ان سوبر محاصر المكان فبيخرج تيد وبياخد سيارة وبيفضل يزمر كأنه خطف فات وده اللي بيخلي الشرطة تلاحق وتتشتت وبيقدر صحاب تيد يخطفوا فات من المبنى وبتحصل مطاردة كبيرة ما بين تيد والشرطة وبيقدر تيد في الآخر ان هو يهرب منهم وبيرجع لصحابه وبيخلي فات يدلوا على مقرهم ولما بيدخل للمبنى بتاحهم بتقابلوا عصابة وبيبقى في شخص عايز يضرب نار عليه ولكن تيد بيتفدايه وبتجي الرسوسها فات وبتحصل عركة ما بين العصابة وصحاب تيد واسناء كده بيكمل تيد في طريقه لاخوه وبيفضل يتعالك مع أفراد العصابة ورئيسهم كيم وبيقدر تيد ان هو يتغلب عليهم كلهم وساعتها بتيجي الشرطة وبيكون تيد قدر يرجع تشابي اخوه وبيبقى عارف ان هو واخوه هيتسجنه فبيقايد نفسه بيه علشان يدنه معاه حتى في السجن وبنعرف ان تشابي خرج من السجن بسرعة بسبب المشاكل اللي فعاله وبيعتني بيه صحاب تيد وحبيبته لحد ما تيد بينهي عقوبته وبيغرب وبيكمل مسرته مع اخوه شكرا